اشتركوا في القناة وقالوا في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم فأبان لهم رب العزة سبحانه الحكمة من وراء خلق آدم فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فأقروا بقصور علمهم وصدعوا للحق والبرهان المستقيم أما إبليس الأخرق فقد خرق إجماع الملائكة الذين استجابوا للحجة البالغة وكانت حجته الخسيسة أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فكان أول مخلوق يرفع عقيرته بالنداءات العنصرية البغيضة ويتطبع بها فكان أول من رفع لواء العنصرية كأول داعية لها في الكون لذلك ترد من رحمة الله جزاء وفاقا على عنصريته وتكبره شكرا أتعرف يا أخي هابيل كلما جلست مع أمي أطلب منها أن تحكي لي عن الحياة في الجنة فكانت تروي لي عن النعيم والأمان وأشياء كثيرة ولكنها كانت تنهي حديثها دائما بالبكاء لقد أذلهم الشيطان وخدعهما وتسبب في خروجهما من هذا النعيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا تستعيذين من الشيطان يا أختي العزيزة؟ هل حاول أن يؤذيك؟ قابيل إني أستعيد منه دائما كما أمرنا الله ألا تستعيد منه أنت أيضا وتدعو الله أن يهديك أجل بالطبع ولكن هذا اللعين لا يجر على الاقتراب مني أدعو الله أن يعيذنا جميعا منه ولا يجعل له علينا سبيله أخي الحبيب إني أفتقدك كلما انشغلت عني بهذه الأغنام وتتركني أعمل وحدي في هذا الحق أنا لا أتأخر أبدا عن مساعدتك يا أخي أعلم يا أخي فأنت نعم الأخ كيف حال جرحك؟ ألم يطب بعد؟ إنني بخير والحمد لله هيا نعود يا إخوتي قبل أن يحل الظلام فإني أسمع واء الذئاب من بعيد هيا بنا فأنا أخشى على الأغنام منها هيا ما الذي جاء بك أيها الإبليس؟ ألم يكفي كما جمعت من أعوان؟ توقعت أن تستقبلني بشكل أفضل أيها الكبير سوميا لم تجب عن سؤالي ما الذي أتى بك؟ جئت أعرض عليك التحالف معي فأنت كبيرنا؟ وأنا لن أستغني عن مشورتك فكلمتك مسموعة ومطاعة من الجن هل تريد تكرار ما حدث لنا من مآسم في الماضي؟ وكنت أنت شاهداً عليها؟ بل وشاركت مع الملائكة في غزونا فأصبحنا كما ترى مشردين مشتتين في الجبال وجزر البحار لا 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 لم أقصد هذا بالعكس فأنا أعمل على توحيدي وجمع الجن ليكونوا تحت ريتي أقصد ليكونوا تحت أمرنا أنا وأنت لمحاربة آدم الذي غزى أرضنا هو وبنوه آدم الذي أغويته يا إبليس وتسببت في خروجه هو وزوجه من الجنة ماذا تريد منه بعد ذلك؟ ماذا تريد منه؟ بعد أن فعلت فعلتك معه تذكر غواياتي يا سوميا ولا تذكر أنه تسبب في طردي من رحمة الله وحلت علي لعنته إلى يوم الدين فخسرت دنيايا وأخرتي لماذا لا تذكر ذلك يا كبيرنا؟ إنه كبرك وغرورك أيها العين هما من تسبب فيما أنت فيه الآن لا تلقي باللوم على آدم بل عليك أن تعض أصابع الندم وتتجه إلى الله عسى أن يتوب عليك من هذه يا؟ من هذه الجميلة التي تجرأت على إبليس في حضرة كبيرنا؟ لا بد أنها ابنتك ابتعد عني يا يهلعين إني أنتظر ردك يا كبيرنا لقد أخطأت في طلبك هذا يا إبليس ستبقى وحيدا يا سمية فأتباعي يتزايدون ولا يعصون لي أمرا لقد سمعت رد أبي أيها العين اذهب ولا ترين وجهك القبيح هذا مرة أخرى هيا سمية لقد سمعت من الرد فاذهب أنت غير مرحب بك هنا اذهب حسنا حسنا سأذهب ولكن لا تلوماني على ما سأفعله اقليمة يبدو عليك الحزن ماذا بك يا أختاه؟ تصرفات قبيلة جاه أخينا هابيل باتت تزعجني وتقلقني كثيرا أبي أيضا قلق من سلوكه ونصحه كثيرا بضرورة أن يحسن تعامله مع إخوته إنه يدمر شيئا في نفسه يا ليبودة إنني أصبحت أخشاه اقليمة ماذا تقصدين؟ فكلامك أخافني أنا أيضا لا أعرف ماذا أقول لك ولكني أدعو الله أن لا يحدث مكره لأخينا هابيل لقد انقبض قلبي من حديثك يا أختاه كم أتمنى أن تكون هواجسي هذه مجرد أوهام ترجمة نانسي قنقر إني أندهش يا سمية من موقفك مع إبليس ومن عدائك له هل يرضيك أن يحتل الأرض مخلوقات غريبة؟ هل يسعدك هذا الأمر؟ الأرض لم تعد لنا وحدنا يا عينة بعد أن أفسدنا وسفكنا فيها من الدماء إنه عقاب الله لنا ولا نملك إلا أن نقبله إنهم يزاحموننا أرضنا ويناصبوننا العداء لقد بدأت العداوة من إبليس إنهم مسالمون وقد استخلفهم الله في الأرض ليعمروها إنها إرادة الله ومشيئته ونحن يا سمية ما مصيرنا؟ نرضى بحكم الله عز وجل ونعيش في سلام عسى أن يتوب الله علينا ونبتعد عن طريق إبليس حتى لا يوردنا النار معه إبليس هو زعيمنا من الآن وكبيرنا ونحن معه لمحاربة آدم وبنيه يا للمسكينة نجح إبليس في إغوائكم وسيردكم موارد التهلكة كيف لعجوز مثلك أن تتبع هذا اللعين لقد خدعكم وسيأخذكم معه في طريق لا عودة منه أي طريق هذا يا سمية؟ طريق الحصرة والندامة يا عائنة شكرا من يأتيني بهذه اللعينة التي تطاولت على زعيمكم من تقصد يا سيد إبليس ونحن نأتيك بها في الحال صليطة اللسان تلك المسمات يا قوت ابنة سمية أريدها مكبلة راكعة ذليلة أمامي كي تعرف من هو إبليس سيدي إنها ماذا بكم أيها التعيسان ماذا بكم ما لكم قد خرستما هل تعجزاني أن تأتي بها نها ابنة كبيرنا أنا كبيركم ولا كبير لكم غيري هل تسمعان أنا كبيركم أنا آتيك بها يا كبيرنا أيها العزيز إبليس غندور لم أشك لحظة في مدى إخلاصك لأيتها العزيزة ألا تخجلاني أيها الشقيان هيا أغرب عن وجهي هيا رهن إشارتك يا سيدي إيتيني بهذه الشقية الملعونة يا غندور ولكن عندي مكافأة كبرى السمع والطاعة يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين شكرا لكم